هذه الحلقة هي مقدمة لحلقة غاية في الأهمية سأتحدث فيها غدا بإذنه تعالى عن برنامج غدائي صغته لكم بعد دراسة وتطبيق شخصي من قبلي حيث أن الكثير من الأحبة طلبوه مني دعوني أبدأ النقاش بالتحدث عن بعض البرامج الغذائية الهرمية البرامج الغذائية الهرمية أنواع وليست نوع واحد كل نوع مدعوم بدراسات إحصائية إكلينيكية محددة ويناسب فئات معينة بعضها يتناسب مع أعمار معينة وبعضها مخصص لحالات مرضية سواء كانت مزمنة أو حادة وبعضها كما تشير الجهات الناشرة لها تناسب الجميع هذا على مستوى نوع وحصص الأغذية الواجب الحصول عليها بشكل يومي وكما ترون في الصور الصادرة من جهات تخصصية وجامعات عالمية فإن البرامج تتعدد وتختلف بما يتناسب وطبيعة الأعراف والتقاليد التي تم إعدادها فيها والذي يعني أن هناك من البرامج الصادرة من بعض المؤسسات العربية ما يتناسب والطبيعة الغذائية الموجودة في العالم العربي بل والعالم الإسلامي دون غيره فقط للتوضيح هذه البرامج ليست برامج ثابتة بل برامج يحصل عليها تحديث بين فترة وأخرى لتتناسب ومعطيات تغير الحياة وهي لا تعني بالضرورة التخصيص بل تعني الحصول على كل ما تحتاجه من عناصر غذائية مختلفة دون زيادة أو نقصان وهو ما يعني أيضا عند تطبيقها التمتع بصحة جيدة وجسم متناسق خلاصة كلامي وأرجو أن تبقى معي حتى النهاية لأن ما سأقوله هو تمهيد مهم لحلقة غدا هو أن التزام الشخص ببرنامج هرمي غدائي محدد يستوجب منه أيضا الانتباه لشروط نفس البرنامج وعدد الحصص الواجب التقيد بها في كل مجموعة أقصد المجموعة الغذائية بما تحتويه من عناصر مختلفة ليتحقق الهدف المنشود من تطبيقها وتستطيع قراءة بعض التفاصيل إن أردت عن البرامج الهرمية النوعية في التحقيق الذي كتبته والذي هو موجود على الرابط أدناه هذا على مستوى النوع وعدد الحصص بشكل عام أما على مستوى الكم فبالإضافة لأهمية احتواء البرنامج أي كان نوعه على أغذية متنوعة وذات جودة عالية فإن التوجيهات الصحية العامة تنص أيضا على ترتيب حجم الأغذية لتكون تدريجية في كميتها وهو ما نسميه بالهرم الكمي وأعني أن لديك نوع الغداء الذي تحدثنا عنه في البرامج المختلفة والآن نتحدث عن توزيعه على مدار اليوم والتدرج في الكمية يعني أن تبدأ بوجبة غذائية كبيرة عند الإفطار الصباحي ومن ثم بالمتوسطة في غذاء الظهيرة لتنتهي قمة الهرم الكمية وليست النوعية بوجبة قليلة في الفترة المسائية نقطة في غاية الأهمية تتعلق بالهرم الكمي خلال شهر رمضان وهي أن هذا المثلث الكمي يكاد يكون مقلوب فهو لا يبدأ من القاعدة بل يبدأ من القمة هذا في حال أردنا أن نصفه بالصح وهذا ما سنعرفه غدا حيث أن حديثنا لن يقتصر فقط على الجنبة الكمية لطبيعة البرنامج الذي سأعرضه لكم غدا بل سيتضمن أيضا الجنبة النوعية وطرق تطبيقها والتي ستضمن لنا تحقيق الهدف المرجو من العبارة القائلة صوموا تصحوا ترجمة نانسي قنقر